كيف ترصد فكرة ظهور الرقابي هذا الشكل على شاشات التلفزيون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني أبدأ بقول الله عز وجل فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسروا هذه الآية وإن كانت خاصة في أهل الكتاب ومن حرفوا الكتاب وإن كانها عامة في كل من تاجروا بكتاب الله عز وجل وهم يعلمون أنهم يتاجرون بكتاب الله عز وجل يعني جعلوا هذا الوهم الذي يتكلمون به حجتهم فيه أنهم من أهل الدين ومن أهل الصلاح وكانت البضاعة التي يروجون بها هذا الكلام المظهر وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هو يعني إيه راق شرعي يعني راق شرعي وأصل مسألة الرقية في الأساس كان يعني ناس تلجأ لأهل الصلاح والعلم يعني ضمنا منهم أن الله يستجيب لهؤلاء الرقية والدعاء لأن الرقية دي مثل الدعاء تماما فكان بداية المسألة وإن كان صرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ورخص وقال لا بأس برقى ملا ما يكون بها شركة لكن لم يقعد أن كان فيه الرقاء بهذا الشكل المنتشر بهذه الطريقة وبهذا الدجل والشعوزة قبل أن أتكلم يعني على المسألة الرقاء دي يعني أنا أسميهم الدجالون الجدد يعني الدجال زمان كان بطربوش أو بطرطور وكان بسبحة لا الكلام ده اتغير خلاص شكل بلويش المتعاهد عليه خلاص بقى إيه موضوع بال عليه الزمن فحتى نفسية بقى مش متقبل الوقت ما شاء الله بداه الكرفتات وشيخ وعمام بقى الاسم بقى جديد بقى الدكتور فلان يعني الدكتور مثلا أسامة الدكتور فلان الدكتور فلان بالأعشاب ما بقاش حد يقول لحد حد حتى عشان من بره خلاص بقى هو فتح العطارة تحته يعني كتير ومعروفين ومعروفين في القاتل الفضائية ومأجرين برامج هم بقى عندهم العطارة تشترمن عندهم بحيث يدخل المريض يدفع أجرة الراقي ومن ثم أيضا ياخد العشاب من بعدهم ما ياخدش أجرة على فكرة واعتمد على اللي يبيعه أيه طبعا هو ما يجيله مثلا حضرتك أنا بس فده يخلي المريض يدخفيه أكتر هذكر بعض أرقام كده حضرتك بسيطة جدا عشان ناس يتخيل بيها المسألة دي كان فيه شيخ اسمها الشيخة ندي ندي دي كان من حوالي 15-17 سنة تعمل عنها تحقيق صحفي نعم بس تحقيق صحفي بس وكان بيروح لها في اليوم ما يقرب من خمسين ألف واحد عجيب أيه تقارير موجودة مصورة تمام كان فيه واحد اسمه حسين شهين حسين شهين ده كان طلع مع هالة سرحان وكان نقب بقاهر الجن والعفريد وكانش بصلي أنا قابلته شخصيا يعني حسين شهين ما كانش بصلي أصلا وكان عمل ناصب كبير جدا وعمل مناظرة في مستشفى الطب النفسي باتفاق معرفش عملها إزاي وجاب واحد وقال لهم ده مشلول وده دكتور وطبيب والدني داخل دي اه ده مشهورة جدا موضوع القصة دي كان أستاذ بريم ناصر الصحفي اللي في جارة تلمسة أول ما كتب عنه ولما هجمه حصل بينهم قضايا وكان دكتوره أدي استاذ بن واس كان صدى ليه جامد اه كان في الآخر جابوا الرجل ده قال لهم ده مشلول والإشعاعات تحليلة هيلفحوصات هاي خلوا حد فيك وحرك إيديه ونده كاتر شو بقى اللعبة ويحركوا في إيديه ما فيش اضربوا في إيديه ما فيش ينغزوا قبل ما فيش قرأ عليه تشنج ويتشنج على الأرض ويديه تحركت وخرج منه الجن وفي الآخر اعترف عليه بعد زمن إنه هو كان مخضر إيديه وكان بيع فراخ لا حلوة أيوة وجي كذا واحد من اللي كانوا شغالين معاه وأقرب ده في برامج تلفزيونية مسجلة على الهواء مباشرة وكان فيه قضايا مرفوعة ليه كتير جدا وغير 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 وإيه علاء حسنيين اللي كان بردك ومحبوس حليل كان مشهور جدا وكان عضو مجل الشعب وكان راجل يعني أقصد إنه كان بقى ليه إطار نعم بيتطفل حرائق اللي بتقبلها الجنة أيه ده وكان فيلم طبعا كان فيلم كبير جدا وكان وحتى إحنا قلنا قبل كده قلنا لاحظنا إن كان الحرائق بتولع ما فيش حرائق بتولع في الزمالك يعني ما سمعناش عن فيلا بتولع متكررة في الزمالك ولا الجاردن سيتي إنه هو مش يعرف ألعب مع الطبقة دي لكن ما تلعب يجيب مثلا واحد أو يجيب مجموعة في بيت في ريف ويدهم خمسين ستين ألف جنيه رقم مالوش قيمة مئة ألف جنيه متين ألف جنيه ألف مليون جنيه هلم من وراء ماليين الماليين حضرتك كان فيه إعلان على التلفزيونات كان الشيخة الشيخة المغربية خديجة المغربية وكانت بتفك المربوط وتربط السايب وتجلب الحبيب وتجلب الحبيب في الآخر طلع ماشي أصلا شيخة مغربية طلعوا خمس أشخاص رجالة بيستقبلوا التلفونات ولموا ماليين الماليين واتقبض عليهم هنا في مصر بعض هؤلاء يعني احنا كنا عارفين شكل الدجال زي ما حالي تفضلت به لكن بعض هؤلاء الآن يظهر عبر شاشات يبدو عليه سمت أهل السنة أيما حضرتك ويخرج طبعا يتكلم بقال الله وقال الرسول ويبدأ يستقطب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لمركزه كيف رصدت ذلك؟ هقول لحضرتك أولا كل واحد لزبائنه نعم يعني حضرتك فيه نفس ما تحبش طب النفسي هو يقول لك أنا بني بني الطب النفسي هو يجهل حقيقة طب النفسي نعم أو يعتبر الطب النفسي ده إهانة أو أنه يكون مريض نفسي ده إهانة ده هو دكتور المجانين يعني دكتور ويل عنده موقفة مجانين دكتور أيها ما بعتبره كده ده في نفس الوقت عنده يعني عنده شيء من الإيمان أو شيء من الطاقة والصلاحة فده عشان تجيب له واحد شكله مش عوز مش هيمشي معاه تمام لكن هو بضعته أو قلبه هيميل لصاحب السمت الديني نعم فجوم هؤلاء بهذا السمت وبهذا الشكل ادعاء منهم أنهم أصحاب الدين لذلك أنا بدأت بهذه الآية نعم يعني ليه بدأت بهذه الآية أنهم يستطرون وراء هذا الدين ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله نعم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون والله يعلمون أنهم كذبون أكثرون سبحان الله يعلمون يعني تجرون بكتاب الله عز وجل نعم ولذلك أنا أسأل سؤال واحد يدفع ده في بعضهم كاب بيوصل مرحلة يدفع مساحة حول 20 ألف جنيه في الحلقة ده في كشف مستعجل يا مولان ده أكسبت من كشف مستعجل لغير مستعجل بعد الوقت واحد يدفع 20 ألف جنيه هيجيبهم منين؟ هيدفعهم ليه؟ طب سمحني الطبيب اللي بيعمل عملات جراحية ده اسمه طبيب نعم بقى يدفعهم يجيب بجراحة وده شغل وكده كده بيعمل جراحات نعم فهو ده شغله زي التاجر بالزبط عفوا يعني بس ايه؟ المهم يبتقل له سبحانه وتعالى مع مرضاه نعم لكن ده أصدقائي لكن في هذا المهمة الكلام ده منافي لقانون النقابة خبالة كمان طبعا طيب لكن قنوات التلفزيونية كلها ناردة منيانا برامج طبية حضرتك ممنوع الدكتور يعلن عن نفسه اللي مش للمرضاه نعم ده القانون الأدبي يعني أو الأدب أدب المهنة نعم انك انت ما ينفعش تقولي عن نفسه غير معمول به نعم خالص فانخيال حضرتك اما واحد يدفع خمس تلاف ولا عشرة تلاف ولا عشرين ألف هدفعهم ليه؟ نعم هو هدفعهم عشان يجيبهم طب هو حضرتك هو مش منعاوز من الأرقام دي إلا رقم واحد زيبون واحد بس لو اتصل بيه عشرة تلاف يجيب من زيبون واحد بس تمن الحلقة مش تمن الحلقة ده ممكن يجيب صروة طول عمره ممكن اخب من نص مليون هو ممكن اخب من اتنين ألف من تلتمائة ألف واحد سري خصوصا بقى لو السري ده مبتلى بمرض مثلا زي الفصام أو يبقى بولر هو مش مقتنع أساسا نعم انه هو مريض نفسي فهلاق واحد يمشي على هواه ده هياخد دائما هيلاق هدومه تصديقا لكلامك أحد رجال الأعمال تصل بيه عنده ابن طبيب أسنان لفي بيه على مجموعة كبيرة من المصحات النفسية والأطباء النفسيين وفيش نتيجة مع ابنه الدكتور طبعا ابنه مستقبله بضيع فاتجه لمسألة الرقاة الشرعيين من خلال الإعلام والسوشال ميديا بيقسم ليه بالله انه دفع على الرقاة الشرعيين ما يزيد عن نص مليون جنيه ده رقم عادي عشان كده حالك المدفع هو خمسين سبتين ألف جنيه هو ده رقم عادي جدا يعني ده رقم بسيط جدا باللسبة الليه هدي واحد نصار حضرتك هو ما عندوش أي حاجة خالص بضعته انه هو يبقى مشهور وخلاص نعم اشكرك وهيقض